مرحباً أنا الدكتور أسامة خالد أخصائي النسائي والتوليد والعقوم وموضوعنا اليوم سيكون عن مخاطر الولادة بالشهر الثامن طبعاً أنا سأغير شوي على العنوان سأسميه مخاطر الولادة المبكرة اللي هي تعريفياً أي ولادة قبل الشهر التاسع طبعاً في عنا خطأ طبي شائع وخطأ عام شائع أنه الولادة بالشهر الثامن هي أخطر وأسوأ من الولادة بالشهر السابع طبعاً هي خطأ عام لا أدري ولا أعرف من وين إجا لكن إحنا القاعدة الطبية تحكي أنه كل يوم بيكسب الجنين في بطن أمه هو أفضل من أي وضع خارجي سواء داخل حاضنة أو تحت أي ظرف آخر إلا إذا في حالة طبية أخرى تستدعي فالولادة بالشهر الثامن هي قطعاً أفضل من الولادة بالشهر السابع والولادة بالشهر السابع هي أفضل من الولادة بالشهر السادس طبعاً مع تطور العلم الحمد لله وجود الخداج واستشاريين الخداج وصلوا لإنعاش أطفال أوزانهم توصل لـ 500 إلى 600 جرام اللي هم في نهاية الشهر السادس والحمد لله يعني نسب نجاح أنه ينعيشوا ونسب الأمراض اللي بتسوفهم صارت أقل فمع تطور العلم لكن هذا لا يتعارض مع القاعدة أنه كل يوم داخل بطن الأم هو مكسب وأفضل للجنين فالخطأ الشائع أنه الشهر الثامن هو ليس صحيح الشهر الثامن ولادة أفضل من السابع والشهر التاسع أفضل من الثامن بالنسبة للمخاطر طبعاً بشكل أساسي هي المخاطر على الطفل وبدرجة أقل على الأم نبدأ في المخاطر على الطفل نبدأ في عدم اكتمال الرئة اللي هو عادة في نهاية الشهر السادس تبدأ تكون الرئة وتبدأ بالوظيفة الكاملة بتقريباً 28 أسبوع وبعدها تبدأ بالتكامل أي ولادة قبل 28 أسبوع يكون عندنا مشكلة أساسية اللي هو التنفس والتنفس طبعاً عنصر أساسي في أن الجنين يعيش فهاي أول مخطرة ممكن هاي أول أحد المخاطر اللي ممكن يواجهها الطفل المخاطر الأخرى اللي هي تنتج عن عدم اكتمال نمو الأعضاء وأهم عضو اللي هو الدماغ فلا تكون ردود الأفعال للطفل كافة فقد يواجه مشكلة في الرضاعة قد يواجه مشكلة في التبول قد يواجه مشكلة في التبرز والخروج ثالث شيء يكون في عندنا المناعة غير مكتملة بشكل عام الأطفال والحديثين الولادة حتى لو كانوا بالشهر التاسع المناعة بتكون عندهم ضعيفة ونسميها المناعة المكتسبة بشكل عام عنده ولادة الأطفال حتى المكتملين بالشهر التاسع تكون المناعة عندهم ضعيفة ولا يوجد مناعة مكتسبة من عندهم هي المناعة تكون منتقلة من الأم تكون جزء منها انتقلت خلال الحمل والجزء الآخر ينتقل بالرضاعة الطبيعية من ثدي الأم عن طريق الحليب فبشكل عام ضعيفة لكن كلما كان الطفل قبل الشهر التاسع المناعة تكون أضعف فعرضته لحدوث التهابات الأخص في منطقة الرئتين ومنطقة الأمعاء وطبعاً التهابات في حديثين الولادة بشكل عام خطيرة وتهدد حياة الطفل وإذا صار التهاب في الدماغ أهم التهاب السحاية قد يؤدي إلى عطل أو عجز في الدماغ ويكون للأسف دائم فمناعتهم فلازم يكون الأطباء حرصين على إعطاء الأدوية اللازم في الوقت المناسب لتجنب حدوث ومن الأخطار حدوث طبعاً الصفرار حديث الولادة بشكل أكبر لعدم اكتمال نمو وظيفة الكبد وطبعاً يوجد مخاطر أخرى منها التعرض لنسب الأكسجين عالية طبعاً أحد الأخطاء الشائع وأيضاً أنه يعتقدوا أن الأطباء بعرضوا الطفل لنسب أكسجين عالية أنه خطأاً لكن هم بعرضوا الأكسجين اللي عالي وذلك لإنقاذ الطفل أنه أي نقص في الأكسجين قد يؤثر فأطفال الخداج اللي هم قبل الشهر التاسع معرضين بسبب التعرض لفترات طويلة للأكسجين وبنسب عالية إلى حدوث نمو غير طبيعي في الشرايين في شبكية العين ممكن يؤدي إلى العمل الجزئي أو العمل التام ويجب فحص كل طفل تعرض الأكسجين لفترات معينة ويعاد بحددوها أكثر من 14 يوم إلى فحص شبكية العين قبل إخراج الطفل ولذلك لحدوث التشخيص المبكر وفي حال حدوث تشخيص المبكر يمكن معالجة نمو الشرايين غير طبيعي في شبكية العين بتقنية الليزر وذلك لضمان وتقليل من احتمال عدم نموها أكثر من اللازم ولذلك حفاظ على ما تبقى من بصر الطفل وبشكل عام نحن لسنا نخاف فقط على أن الطفل يعيش أو لا بشكل عام أطفال الخدج قد يتعرضوا لمشاكل أخرى أهم المضاعفات تأخر في النطق صعوبات عصبية أخرى مثل البلع مثل المشي وكلها مرتبطة في مدى جاهزية الدماغ عند الولادة وطريقة الولادة وبالنسبة للمخاطر تتعلق في الأم طبعا بشكل أساسي مرتبطة بالسبب أحد أهم الأسباب التي تؤدي للولادة المبكرة هو حدوث التهاب داخل الرحم مما أدي إلى الولادة طبعا في هذه الحالة يجب معالجة الأم وبقوة ضد الالتهاب لأن الالتهاب الرحم الالتهاب خطير قد يؤدي إلى مشاكل منها إما النزيف فقدان الرحم أو أحيانا يؤثر على حياة الأم وهذا ما يتعلق في مخاطر الولادة المبكرة على الأم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر